اشتركوا في القناة وهم يتطلعون إلى من يقود ومن يقاد ذلك السؤال الذي يتعلق بطبيعة المعايير أو ما هي المعايير التي توضع لاختيار شخص معين لإدارة شؤون مجموعة من الناس لا بد من وجود معايير معينة وخاصة لمن يدعون أنهم ديمقراطيين وأنهم يؤمنون بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة هذا الكلام ونأتي بالحديث هذا لأنه يعني بعد عام كامل مرة للعراق منذ ما يسمى بانتخابات المبكرة في تشين أول عام 2021 عام الماضي حد الآن مرت أكثر من عام مرة أكثر من عام وتم تنصيب رئيس جديد ما يسمى برئيس جديد للعراق هو عبداللطيف رشيد وأنت تسأل ونحن نسأل وكل الناس تسأل ما هي المعايير وحتى هو الرجل يعني الذي عين بهذا المنصب عليها أن يسأل نفسه ما هي المعايير التي تم على أساسها اختياري كرئيس بغض النظر عن هذا الحزب يعني هم يتحدثون عن ديمقراطية لكن بالتالي بعيدنا عن المحاصصات الطائفية والعرقية عليها أن يسأل إذا كان هو كما يقول رجل يعني يؤمن بالفكر يؤمن بالحرية يؤمن بالاستقلال هكذا يقول هو وبالتالي عليها أن يسأل ما هي المعايير التي جعلت الناس أو من يعتقد أنهم ممثلين للشعب في اختياري طيب لابد أن تختار شخص لقيادة بلد كامل المعيار الأول لا أعتقد لا أعتقد أعتقد جازما بأن كل العراقيين وكل الشعوب تتفق عليه أن هذا الشخص يجب أن يكون يحب هذا الشعب ينتمي إليهم هذا المعيار الأول قبل الكفاءة لأنه أنت تأتي بك فوق ويملي منصبة وتكنقراط ومعرف منه لكنه لا يحب الشعب لا يحب الناس الذين يقودهم ما فائدته سيدمر حياتهم فبالتالي أنت تضع في أولوياتك الشرط الأول هو أن يكون محبا للناس منتميا إليهم يفهم شؤونهم يفهم مشاكلهم يعرف همومهم مؤمن بهم هذا الشرط الأول وبعد يتجي الكفاءة تجي النزاهة تجي الاستقلالية تجي كل هذه الأمور قدرته على العمل بذله صبره تضحياته كل هذا يجي فيما بعد لكن الأساس في هذا أن يكون يحب الناس يحب هذا الشعب ومرة أخرى نسأل هل ينطبق هذا المعيار الأساسي والمهم والرئيسي في اختيار السيد عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية طبعا هذا ينطبق على كل من اختارهم رأسها للجمهورية من عام 2003 حد الآن لأن هذا السؤال يشملهم جميعا وهذه المعايير غير موجودة وسأقول لكم لماذا غير موجودة لأن الإنسان ليس وليد اللحظة الإنسان وليد ماضي وليد تراكمات تكون شخصيته تكون تفكيره تكون آراءه تكون رؤيته وانتماءاته فبالتالي هذا الرجل عندما تظهر تغريدة له في عام 2019 في حسابه من تويتر سأقرأها لكم وبعد ذلك نحكم هل هذا الشخص يحب العراقيين ينتمي إليه وقبل أن نقرأ هذه التغريدة علينا أن نقول أن هذا الشعب العراقي نعم مكونات وهذا ليس عيبة لكن بعد 2003 أمريكا جعلته كأنه حالة غريبة في العالم هذه المكونات وكأن العراق هو الحالة الفريدة الوحيدة اللي فيه مكونات شعبه وكل دول الدنيا مكونات وهو الشعب الأمريكي كله مكونات وهذا الشعب الإيراني اللي جاورنا مع الأسف الشديد يعني يا إيران التي تجاورنا مع الأسف الشديد فيه شعبها مكونات تفوق الشعب العراقي عشرات المرات هذه الهند مكوناتها كام وهذه باكستان وكل الدنيا وهذه الصين وهذه أمريكا وهذه أوروبا كلها مكونات مختلفة طيب لماذا العراق لأنهم يريدون أن يدمروا العراق هذه واحدة من النقاط الأساسية لتدمير العراق تمزيق مجتمعا لذلك يركزوا عليها ووضعوها في الدستور ولم يوضعوا المعيار هو الأساس المواطنة بغض النظر عن هذه المسألة لكن دعني أقول لكم أن هذا الشعب العراقي هم مكونات أكثر من 85% من عندهم من العرب رضية من رضية وزعلة من زعل هذا واقع الحال بغض النظر عن أن يكون شيعي سني ما أعرف منهم من علاقة بها لكن أكثر من 85% من عنده إلى 90% هم من العرب فعندما تتحدث عن بلد هذه المكونة هذه المكونة الأساسي من العرب عليك أن تحترم المكون الأكبر مو أنت تحترم الديمقراطية عليك أن تحترم المكون الأكبر مو أنت تقولون المكون الأكبر مكون الأصغر وهكذا بنقاشاتكم وأنا أتحدث عن أحزاب العملية السياسية وقواها شيعية سنية كردية هكذا يتحدثون هذا حديثهم ليس حديثهم فبالتالي علينا أن نتفق من البداية أن المكون الأكبر في العراق هم العرب وكديانة المكون الأساسي هو الدين الإسلامي أكثر من 90% 95% من العراقين هم المسلمين ونعود مرة أخرى نتحدث عن العرب هم المكون الأساسي للعراق أما الآن شون تصرفة وإيران شقدت وطاهم جنسية وطاهم جنسية شيء آخر فبالتالي أي حديث يمس هذا المكون الكبير هو فيه علامات استفهام كبيرة وأعود مرة أخرى إلى تغريدة هذا الرئيس الجديد للعراق اللي هو عبداللطيف رشيد قال في تغريبته عام 2017 بالنص التاريخ أثبت لنا بأن العرب لا يصلحون لحكم العراق هكذا هو يقرر لأن العراق بلد متعدد فيه القوميات والأديان والطوائف العراق تتعدد فيه القوميات والأديان والطوائف ومن أهم ما يتميز به الحاكم العربي هو هو يحدد شنو يتميز به الحاكم العربي لأنه عربي هو يتحدث عن العربي إنكار وجود الأقليات حبه للسلطة والمال الغدر والخيانة قاتل وسارق ومستبد إلا ما رحم ابحثوا عن حاكم غير عربي وسترون كيف سينموا ويزدهر العراق الله أكبر هل يقبل مثل هذا الكلام؟ يعني من انتخبوا أو من نصبوا عبداللطيف رشيد أنا لست ضد هذا الرجل لا أعرفه ولا أعرفه العراق ولا أعرف تاريخه الحقيقة الكل من عام 2003 لحد الأنطاريين ولا أحد يعرفهم بغض النظر عن هذه المسألة لكن أنا يتحدث رجل بهذا المنطق يؤمن به هو رجل ليس صغيرا مالد 1944 يتحدث بهذه اللغة عام 2017 يقول هذا الكلام هو أولا يشكك بالعرب كقيمة طيب دعنا من كل هذا دعنا من التاريخ الآن خلال العشرين سنة الماضي من حكم من هو رئيس العراق؟ بدءا من الطلباني وصولا إليك ما كلهم من الأكرار ليسوا من العرب هل ازدهر العراق؟ ما أبحثوا عن حاكم غير عربي وسترون كيف سينموا ويزدهر العراق؟ ما وجابوا حاكموا له رئيس كردي وطلباني وغير الطلباني وبرهم صالح وإنت جهت هل ازدهر العراق؟ هل نمى العراق؟ هل وفق العراق؟ والذين يعني هل تقصد حتى إذا كانوا رئيس وزارات لا ينتمون إلى العراق حقيقة داخلهم وعقلهم وفكرهم لا ينتمي إلى العروبة ولا العراق لا إلى العراق ولا للعروبة ينتمون إلى إيران وينفذون وصائل إيران هل ازدهر العراق ونمى وتطور أم؟ ذهب إلى إلى الهاوية إلى قاع الهاوية هذا واقع الحال العراق أفسد بلد أكثر بلد خرابة أكثر بلد فسادة تمزق المجتمع ضائفي خراب قتل أمن مفقود ما الذي تقوله أنت؟ هل يمكن لمن يشتم الشعب بهذه الطريقة أن يكون رئيسهم؟ لمن لا يحبهم يكون رئيسهم؟ وكان برم صالح نفس الشيء لا يحب العراقين وكان يقول المشرف على رسالته في الدكتوراه قال يقول لي عندما أذكر العراق يقول لي إذهبت مضمط اغسل فمك لأن كلمة العراق معيبة هكذا أما تحدثون بالوطنية ويقولوا نحن وطنيين ونحن نحب العراق والعراقين هذا كلام آخر هذا كلام الشاعي والكل يقدر يتحدث به المالكة أيضا يتحدث به وإيران أيضا تتحدث أنها تحب العراق والعراقيين هل هذا صحيح؟ أمريكا أيضا تقول نحن نحب العراق ونجينا من أجل عيون العراقين هل هذا صحيح وهي دمرت العراق؟ الكلام يجب أن لا أخذها كذا والتنصيب والذين يقولون أن العراق الآن بدأ مرحلة جديدة عليهم أن يفكروا جيدا هذا الكلام معيب ولا يمكن قبوله ومن يريد أن يتولى شخص معين مجموعة من الناس أموره مجموعة الناس عليه أن يفكر أولا بالمعيار الأول هل هذا الشخص يحب هؤلاء الناس؟ هل ينتمي إليهم؟ هل يخلص إليهم؟ بعد ذلك دوري على كفاءته وقدرته وصبره هذا كله يأتي فيما بعد لكن الشرط الأول هل يحبهم أم لا؟ فهل أن الرئيس الجديد عبداللطيف رشيد يحب العراقيين؟ 90% من العراقيين من العرب وهو يشتم العربي بهذه الطريقة ويقول أنهم سراق وحرامية وقتل ولا تنتخبون واحد من عدهم ولا تجيبون واحد من عدهم ويجيبوا واحد غير عربي حتى يزهر العراق لأن وجودهم خطأ طيب إذا كان هيتشي فأسعى أسعى يا سيادة الرئيس إلى أن تطرد كل العراقيين من العراق وأن تأتي بقوم آخرين وسميهم شعب العراقي وسميهم غير شعب إذا كانوا العرب وهم أساس العراق لا يعجبونك ولا يلبون طموحاتك فلماذا أنت تترأسهم؟ مع الأسف الشديد يعني وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وأتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة